مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله نستعرض وإياكم لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع توالي طبعاً درجات الحرارة ارتفاعها أيام الأحد والاثنين لكن الثلاثة تنخفض وتعاود الارتفاع مرة أخرى يوم الأربعة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة أو تغالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي بحيث تصبح الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين درجة إلى درجتين المناطق الشمالية أجواء مشمسة العظمى المتوقعة 19 وصغرى 10 المناطق الوسطى 16 8 المرتفعات الجنوبية 14 6 والأغوار 26 إلى 15 درجة مئوية وخليج العقبة 26 إلى 14 والبادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 6 درجات والبادية الشرقية 19 إلى 6 درجات مئوية ويوم الاثنين إن شاء الله أيضا الأجواء مشمسة بالنهار باردة نسبيا ليلا درجات الحرارة أعلى من معدلات ما بين درجة إلى درجتين على الأقل الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 20 9 المرتفعات الوسطى 16 6 والمرتفعات الجنوبية 12 4 وفي الأغوار 24 إلى 15 وخليج العقبة 23 إلى 14 والبادية الجنوبية الشرقية 19 إلى 7 والبادية الشرقية 21 إلى 7 درجات مئوية يوم الثلاثاء إن شاء الله هناك انقفاض قليل على درجات الحرارة وتظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة ولكن بتكون درجات الحرارة تقريبا حول المعدل أو أقل من المعدل ما بين درجة إلى درجتين المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 16 والصغرى 9 المرتفعات الوسطى 13 إلى 6 والمرتفعات الجنوبية 10 إلى 5 والأغوار 23 إلى 13 والخليج العقبة 22 إلى 13 والبادية الجنوبية الشرقية 18 إلى 5 والبادية الشرقية 19 إلى 6 يعني تستمر الأجواء تقريبا ما بين باردة نسبيا إلى لطيفة بالنهار ومشمسة ولكنها باردة أثناء الليل يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون حول المعدل أو أعلى من المعدل بدرجة إلى درجتين المناطق الشمالية 18 إلى 9 وأجواء مشمسة المرتفعات الوسطى ومعظم أجزاء المملكة أجواء مشمسة المرتفعات الوسطى 16 إلى 7 والمرتفعات الجنوبية 13 إلى 4 والأغوار 25 إلى 15 وخليج العقبة 24 إلى 14 درجة مئوية والبادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 6 والبادية الشرقية 22 إلى 7 إذن أجواء مشمسة بالنهار لكنها باردة نسبيا ليلا الخميس انقفاض قليل على درجات الحرارة يعني بتكون يوم الخميس حول المعدل أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 17 والصغرى 9 المرتفعات الوسطى 13 إلى 7 والمرتفعات الجنوبية 10 إلى 3 والأغوار 24 إلى 14 وخليج العقبة 23 إلى 14 البادية الجنوبية الشرقية 18 إلى 7 والبادية الشرقية 22 إلى 7 درجات مئوية ويوم الجمعة أيضا أجواء مشمسة ودرجات الحرارة حول المعدل في مثل هذا الوقت من السنة وأيضا باردة نسبيا أثناء الليل لكن درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية العظمى 18 والصغرى 9 المرتفعات الوسطى 15 العظمى والصغرى 7 والمرتفعات الجنوبية 12 إلى 5 والأغوار 24 إلى 14 وخليج العقبة 23 إلى 14 والبادية الجنوبية الشرقية 18 إلى 8 والبادية الشرقية 22 إلى 11 درجة إذن أجواء خلال هذا الأسبوع أجواء مستقرة في البداية ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة انخفاض يوم الثلاثة لكن تعاود الارتفاع مرة أخرى يوم الأربعاء ولكن الأجواء باردة نسبيا أثناء الليل مشاهدينا شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المناصير للطوير العقارية